طرف على طريقة كيفية إلغاء فتح لوحة الإشعار على هاتفكم سمسونج قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات بعدها سنقوم بالضغط هنا على الميزات المتقدمة من ثم سنقوم بالضغط هنا على الحركات والإماءات ثم سنقوم بالضغط هنا على الإماءات المستشعرة للأصابع بعدها سنقوم بالضغط هنا على فتح لوحة الإشعار وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء فتح لوحة الإشعار وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة